السلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير أنا عايز أبدأ بعض السلسلة في رمضان عن هسميها احضروا الفيلة ثم احضروا الفيلة في رمضان بمناسبة رمضان كل عام وأنتم بخير احضروا الفيلة قد تتعجبون من هذا العنوان لأنه ولكن سيزول هذا التعجب حين تسمعون أول حاجة الإمام مالك جلس في المسجد النبوي طبعا كعادته يروئ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والطلبة العلم من حوله يجلسون بمناسبة الطلبة حوله يجلسون يستمعون فسمعون صوت راجل بقول فصاح هذا الرجل وقال جاء للمدينة فيل عظيم لأن المدينة أهل المدينة أو المدينة غير أو ليست موطئا للفيلة هذا ما كان يتعجبون فبصراحة كل الطلاب اللي حولين الإمام مالك جروا جروا عشان يروح يشوف الفيلة حاجة بالنسبة لهم غريبة إلا إلا شخص واحد اللي هو يحيى ابن يحيى اللي فيل هذا الشخص الذي استمر جالسا أمام الإمام مالك فالإمام مالك قال له ليه أنت مجريتش وما خرجتش معاهم أنت مشوفتش هل رأيت الفيلة من قبل قال له يحيى قال له إنما قدمت إلى المدينة لا لأرى الفيل ولكن لأرى مالكا طيب العبرة هنا العبرة في القصة دي إن إن احنا وجدنا واحد شخص واحد فقط من الحاضرين حول الإمام مالك هو من علم لماذا أتى وما هو هدفه لذا لم يتشتت ولم يبدت طاقته أما الآخرون فخرجوا يتفرجون على الفيلة فانظروا لعظم هذا الفرق بين يحيى فيحيى خلادته الكتب والتواريخ والذين خرجوا لم يتحدث ليه أصدت عنوان العنوان بالفيلة أو احذروا الفيلة لأن في زماننا هذا يتكرر الفيل ولكن بصور مختلفة وطرق شتى أو طرق شتى وخصوصا كمان في رمضان لأن الليثي دخل التاريخ بهذه القصة أما غيره من الطلب المتفرجين فلم يذكرهم التاريخ ولما أقول أن في زماننا هذا الفيلة كتير أو تتكرر الفيلة وبالذات الفيلة في رمضان فالناس في رمضان صنفان صنف قد حدد هدفه فهو يعلم ماذا يريد من رمضان وما هي الثمر التي يرجو تحصلها في رمضان وهذا ما قاله الليثي أنه جاء إلى ليرى مالكا لا ليرى الفيل وصنف آخر غافل مفرد تستهويه أنواع الفيلة المختلفة فالقنوات الفضائية والأفلام والصهرات والأغاني وهكذا ومواقع التواصل المفسدة والمحرمات وأنواع المحرمات هي فيلة رمضان في هذا الدمان فالحضر من الفيلة وبريقها البريق بتاع الفيلة دي فإنها ستسلب من أفضل أوقات العام وإلى لقاء آخر حول بعض الفيلة في زماننا هذا وما أكثرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أكثر الفيلة في حياتنا النهاردة هقول في الفيل رقم اثنين في هذه الأيام الطيبة في حياتنا الطلاب وامتحانات منتصف الترم الطالب والأسئلة والمعارك بين أسئلة الدكاترة والطلاب فأحد الأساتذة أو البروفيسور بروفيسور مثلا في في أي تخصص سأل طلاب سؤالا في ورقة الاختبار النهائي لمقرر من المقررات ففوجئت طلاب أن الورقة يوجد بها سؤال واحد فقط وهو كيف تقنعني أن الكرسي الذي أمامك مخفي هذا سؤال البروفيسور في الامتحان طبعا كل الطلاب استغرقوا وقت أو ساعة كاملة في امتحان المتر من الإجابة على هذا السؤال إلا طالب واحد وبيتقال عليه طالب كسول جدا استغرق السؤال منه خمس سوان وبعدين تصحيح بقى لما عطى البروفيسور الطلاب بالدرجات لقم أن الطالب الكسول اللي احنا بنقول عليه أكسر واحد ده حصل على أعلى درجة في إجابة هذا السؤال اللي هو السؤال بقول كيف تقنعني أن الكرسي الذي أمامك مخفي يعني فكانت إجابة الطالب في ثانية واحدة في اللي كتبه كاتب على أي كرسي تتكلم بعلامة تعجب أخذ الدرجة النهائية الطالب اللي أقول عليك أسهل فلماذا نجعل الأشياء البسيطة معقدة في حياتنا مشان أقولت لكم ما أكثر الفيلة في حياتنا اليوم الفيلة والامتحان والسلام عليكم ورحمة الله